حديث ثلاثة الذين خلفوا ذكرهم الله في سورة التوبة وحديث البخاري حديث كعب بن مالك يروي عنه ابنه عبد الله هم كعب بن مالك وهلال بن عمية ومرار بن الربيع وهؤلاء قبل منهم لأنهم مؤمنون هؤلاء مؤمنون صادقون لكن ضعوا في إيمانهم في وقت ملوقات واستحبوا الركون إلى الدنيا وترك الجهاد فعقبهم الله عز وجل والله عز وجل يعاقب المؤمنين ليبتليهم بحيث يرجعون ويتوبون لكن الباقون أتوا وكذبوا هؤلاء يصدقوا هؤلاء يجاوي النبي صلى الله عليه وسلم وعتذروا وصدقوا وقالوا ليس لنا عذر في التخلف ولكن أحببنا الركون إلى الدنيا فعقبهم الله عز وجل ثم أنزل توبتهم في كتابه وكانت يعني بشرى عظيمة لهم أما الآخرون فهم منافقون ليسوا مؤمنين وذلك أتوا للنبي صلى الله عليه وكذبوا عليه والنبي صلى الله عليه وآخذ بظاهر أحوالهم وأوكلهم فهم منافقون هاركون المؤمن الله عز وجل يذكره وينبيه وأحيانا يبتليه بالشدائد لينتبه ويرجع إليه أما إذا أملى له وزاده وتركه وكذا فهذا استدراج لي وهذا علامة خذلانه